معنى آية إنا خلقناكم من طين لازب صورة الصفات من الصور المثاني في القرآن الكريم وترتيبها في المصحف السابع والثلاثون تقع بين صورة ياسين وصورة صا وسميت باسم الصفات نسبة للآية التي تبدأ بها الصورة والتي يقول فيها الله تعالى والصفات صفا وهو وصف من ملائكة الجرام عليهم السلام ويهتم الكثيرون بالتعرف على معاني آيات صورة الصفات وخاصة معنى آيات إنا خلقناكم من طين لازب قال الله تعالى في صورة الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناكم من طين لازب وهذه الآية فيها خطاب لأهل مكة المكرمة من المشركين المنكرين للبعث والحياة بعد الموت فهنا يحاججهم الله سبحانه وتعالى بالعقل والدليل الدامغ الذي يقيم عليهم الحجة وعلى ذلك فإن معنى آية إنا خلقناهم من طين لازب أي أن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام اسأل واستفت أولئك المنكرين للبعث والحساب في الآخرة هل خلقهم وإماتتهم ثم أحياؤهم مرة أخرى بعد الموت هو أشد وأصعب أما خلقه الله كخلق السماوات والأرض والجبال والبحار والملائكة والجن إنا خلقنا آباهم آدم من طين لازج يلتصق بعضه ببعث ويرى بعض المفسرين أن هذه الآيات تشبه قوله تعالى في سورة غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم يوضح الله تعالى أصل خلق الإنسان فيقول إنا خلقناكم من طين لازج فالإنسان إذن مخلوق ضعيف قد خلق من ماء وتراب وهو الطين وقيل طين لازج يعني طين لاسق يتلاسق بعضه ببعث أو يلتصق باليد وهذا القول للإمام ابن عباس رضي الله عنه وعليه أكثر مفسرين ومنه قول الإمام علي كرم الله وجهه علي بن أبي طالب تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازم